السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بما اننا ان شاء الله مقابلين على شهر رمضان الفاضي اللي يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة اليوم بغيت نقدم معكم عاصر بكمية كثيرة وبكيلو ديال الجزر غادي نحضروا احتل ستا ليتر ديال العاصر لكي جلديد وغزال ومنعيش كانتمنى الفيديو ديالي ومينا الاعجاب ديالكم ونمرو كما العادة باش نتعرفوا على المكونات وطريقات تحضير بالنسبة المكونات كنحتاجون اخواتي كيلو ديال الجزر اللي درتو يتفور نقيتو من اعر لبرة ودرتو كيتفور ولا سلقوه المهم كي يطيب واحد نص طيبة كما كتشوفو بعايا من بعد غادي ناخد هاد الجزر هذا وغادي نقطعو على فكرة اخواتي هاد العاصر تقدروا تحضروه باي نوع ديال فواكه او للي عجبكم شو سوى الجزر تفاح الفريز اي نوع كيلو منو تقدرو انكم تحضرو هاد العاصر هذا فغادي ناخد هاد الجزر من بعد ما قطعتو وغادي نوضعو فمولينيكس ان شاء الله باش غادي ندوزو امطحنوه انا غادي ندير العاصر او لالجزر ديالي كي تطحن مع الماء تقريبا واحد لتر ديال الماء او كنوضع هنايا واحد كاس ديال البن كما كتشوفو او لالحليب انا وضعت هنايا كاس ديال البن بالنسبة للسكر فكيبقى علي حسب الانتومة والحلاوة انا هنا لا تنقويش سكر بزاف تقريبا مايو عادي لربعة خمسة حتى لسات المعالقة ديال السكر الساني دا فانا هنا السكر در تغير نصف الكيميه لان بوش يكون حلو بزاف فكنضيفوا الماكي ماشتون ويمو مكونات غادي نخليهم لكم اسفل فيديو ان شاء الله من انساني غادي نكتبهم لكم يكونوا مضبوطين فانا كنديرو الخيزو للجزر ديال ناكي تطحن مزيان حتى كنحصل على واحد الجزر الوحيد من بعد هنا كمده نضيفوا بشوية بشوية من الماء المتبقي كما كتشوفوا في ذاك واحد لتر اللي ضفنا يتطحن مع الجزر من بعد ما تطحن الجزر ديالنا وضفنا ليدك واحد لتر ديال ما بالكامل كنوضعوه جانبا بالنسبة المكونا اللي غادي رافق لي للجزر اللي هو الليمون ولا الحامض غا نحتاجوا كيلو ديال الليمون تماما وغادي نحاولو ان نقسموه على الجوج باش غادي ندوزو نعصروه باش ناخدو الماء ديالو ولا العصير ديال هاد الليمون هادا من بعد ما كملت العصير ديالي هنا كناخدو 4 لتر ديال الماء كما كتشوفوا معي نوضعتها هنا في هاد الصبيرة هادي وكنضيفوا لها داك كيلو ديال الحامض اللي انا ديجا وجدنا غادي نضيفوه وغادي نضيفو كدالك العصير اللي احنا قطحنا هاك نحاولو اننا نخدمو بشي صبيرة اللي تكون كبيرة انا ما عنديش كبر من هادي داون كنا استعملت زوج فاك نصبو اول شي الخاليط ديال الجزر كما كتشوفو مفهاد 4 لتر ديال الماء ومن بعد هنا كناخد العصير ديال الليمون اللي انا اعصرت وكنضيفو على الخاليط ديالي كما كتلكم هنا يمكن لكم تضوقو المدق وتشوفو واش كفاكم السكر وللا لان داك الليمون كي يغلب على الجزر وتيجي حامض فحاولو انكم تضعفو الكيميه ديرو زوج كؤوس تقريبا ديال السكر في الخاليط هنا العصير ديالنا هو وجد كنحاولو نعمرو كما كتشوفو شوفو كيفاش كيجيرا كيجي خاتر شبية ما كيجيش يعني جاري بزاف فكان حاولو اننا نعمرو في قريعة هاكا اللي نحسافظو بهم حاولو انكم تأخذوا ديال القراءة ديال البلاستيك الجداد لتيتبعوا جداد هاكا وحاولو انكم تعمرو فيهم العصير وتصدر كيبقى العصير ديالكم مزيان احتل لأكتر من أسبوع كيبقى في تلاجة بارد كيتشرب يكون بارد كيجي منعيش منعيش بزافة البنات والله تخيلوا واحد النتيجة جزويا بحال تقريبا العصير ديال الليمون تقدروا تضيفوا بالمناسبة شوية ديالنوك ها ديال الفاني كذلك غدتزينوا لكم اكتر واكتر كان هذا هو الفيديو ديالي وما كانتمنى انه يفيدكم ان شاء الله بإذن الله ما تنسوش انكم تديروا اعجاب للفيديو كذلك الى كنتم مشاهدين جدد ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وكانقول لكم السلام عليكم خليكم مع تتمة الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة